السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالبات وطلاب الصف الثاني السنوي مادة اللغة الألمانية مع حضراتكم هير أحمد سعد بيساعدني دايما أكون معاكم في شرح المنهج للغة الألمانية للصف الثاني السنوي والنهاردة إن شاء الله هناخد مراجعة نصف العام ده بيشمل الدرس رقم خمسة وستة ونصف سبعة هناخد عشان نكون بردو يعني أكون إن شاء الله الفيديو نافع عليكم بقدر الإمكان أنا مركز على الجراماتيك مركز على الجراماتيك فهناخد الجراماتيك بشكل يعني موسع كويس هنحل عليه كتير وإن شاء الله هيكون مفيد لكم بإذن الله بسم الله نبدأ بسم الله طيب عندي أول حاجة اللي هي الأفعال المنفصلة نعرفين الأفعال المنفصلة فعلي بتكون من جزئين الجزء الأول بيروح آخر كلمة في الجملة والجزء الثاني بيجي رقم اتنين في الجملة بتصرف حسب الفعل طيب عموما أول ما لقى الاختيار موجود آخر كلمة في الجملة مكان وآخر كلمة في الجملة على طول هبص فين على رقم الفعل رقم اتنين في الجملة فاذا لقيت ان انا عندي فعل جزء من فعل منفصل يبقى انا عايز الجزء المكمل ليه هنا اشتيت اللي هو اجيبه للمصدر اشتيهن عندي فعل منفصل اسمه ايه اوف اشتيهن يستيقز يبقى انا عايز اوف ادم اشتيت يد انتاج ام زيبن و اوف يعني ادم بيصحى كل يوم الساعة سبعة طيب هنا الاختيار موجود فين في الجملة رقم اتنين في الجملة اللي هو الفعل اقوم رايح اعمل عكس اروح لاخر كلمة في الجملة في نفس الجملة الاقي فرن طب انا عندي فعل منفصل اسمه ايه فرن زيهن اللي هو يشاهد التلفزيون يبقى انا عايز زيهن فين زيهن اقرب شكل ايه يا مين زيت عشان منصرفها مع اير انتم معلش انا بكلم بسرعة عشان عايز ااخد اكبر قدر من الاسئلة مينموتر هنا عندي الاختيار فين اخر كلمة في الجملة اروح لرقم اتنين ما تقوليش لرقم تلاتة لان مينموتر حاجة واحدة امي يبقى رقم اتنين اللي هو الفعل ريمت فعل ريمن في المصدر يبقى بيجي معا ايه اوف اوف ريمن يعني يرتب يبقى امي ترتب الشقة يبقى نعايز اوف طيب الاختيار هنا فين اخر كلمة في الجملة اروح لرقم اتنين في الجملة جيهن طيب ايه الفعل هنا اللي بيجي مع جيهن الفعل منفصل شبط سيرن جيهن يعني يتمشى الاختيار اخر كلمة في الجملة اروح لرقم اتنين في الجملة طبعا يدن طار يعني كل يوم دي حاجة واحدة رقم اتنين فعل كوفت اللي هو كوف في المصدر بيجي معا اين اين كوف يعني يتسوق كل يوم امي تتسوق تمام طيب عندي بعد كده الاختيار اقم اتنين في الجملة اروح لاخر كلمة في الجملة لقيها ان طب ايه الفعل هنا منفصل بيجي مع ان ينفع انروف يعني يتصل بالتليفون وينفع يعني يبدأ وحتى في فعل اسمه يعني يصل بس ده مش عندنا يعني طيب هنا بقى المعنى طالما فيه اكتر من اختيار ينفع يبقى المعنى هو اللي ايه هيحددلي طبعا بيجينت ما يفعش معا متى يعني متى الحفلة الساعة سبعة يبقى متى تبدأ الحفلة يبقى نعايز انفانجن يبقى اختار ايه فنكت طيب الاختيار هنا رقم اتنين في الجملة هروح لاخر كلمة في الجملة لقيها اوس الفعل هنا اسمه ايه اللي ينفع هيبقى اوس فيلن اوس فيلن يعني يملى بيانات او يملى استمارة هنا عندي كلمة فورمولار لا استمارة يبقى اوس فيلن طيب اخر فعل منفصل هناخده او اخر مثال الاختيار اخر كلمة في الجملة اروح لرقم اتنين في نفس الجملة الاقي ماخن هنا بيجي معاها متى مت ماخن يعني يشارك داس برويكت استجوت يعني مشروع كويس اش ماخجرني مت يعني انا يسعدني ان انا اشاركك نيجي بعد كده لي حروف الجار الزمانية حروف جار الزمانية خد بالك من الجملتين دول حلوين او تاسعة وعشرة احنا متعودين اول لما لاقي الحروف الجار الزمانية بص على كلمة اللي بعد الاختيارات مورجن يعني الصباح بيجي قابليها ام ام مورجن طب ايه اللي فوقيها دي انا عندي برضو كلمة ايه مورجن هي هي نفس الكتابة بس الفرق في ايه اول حرف هنا جروس كابتل لكن هنا ايه كلاين صغير مورجن هنا معناها غدا بكرة لما يكون الام صغيرة يبقى معناها غدا لما يكون الام كبيرة معناها ايه صباح طيب هنا هل هيجي قابل مورجن اللي هي ده كده بيبقى ادفر زرف الزمان ما بيجيش قابليه حاجة يبقى انا هاخد الايه اللي هو عدم الاختيار يعني مفيش حاجة زيرو تمام يبقى هي تيجي لوحدها اول كلمة في الجملة مورجن بكرة جيه ايش نيش تصرشولة مش هروح للمدرسة لكن هنا اقول في الصباح ترنك ايش تيه باشرب شي على طول بقى بشوف الكلمة اللي بعد الاختيارات بتحدد نهاية الاسبوع بتاخد ام يعني الاجازة بتاخد خد بالك من الكلمة دي يعني في الاجازة زنطر يوم الحد ايام الاسبوع بيجي قابليها ام خد بالك هنا ساعة عشان الحد ممكن ينخادع زي بنقور حد يقول لي ايه ام اقول له لا ده جاي ايه مش ساعة واحدة انا جاي ساعتين وبينهم بيس اللي هي حتى او لغاية يبقى انا اختار ايه فن فن بيس يعني من الى من الساعة سبعة حتى الساعة ثمانية ها بايش كانت سايت ما عنديش وقت هنا عندي الافعال اللي هي القوية متصرفها هنا مع مين هنا احمد احمد يعني هو اير فلازم الفعل يكون اخر تيه يبقى ليز لقى وليزن لقى يبقى الاختيار بين ايه ليست ولا ليست الفعل القوي بيحصل ايه بيتغير فيه مع الفعل القوي بيتغير حرف فيه مع دو و اير و اس و زي فانا عندي هنا اير اللي هو احمد يبقى انا ياخد الاتغير اللي هو فيه ايه قابل الايه ليست طيب اير زون انا جبت حاجة مشابهة قبل كده في فيديو سابق اير زون اير زون اير دي معناها ايه معناها ملكة حضرتك يبقى اير زون دي مش معناها انتم اير زون يعني ابن حضرتك يعني مين يعني هو اير يبقى انا عايز فعل متصرف مع اير فعل ايه ايه يبقى ايه يبقى ايه يبقى ايه يبقى ايه يبقى ايه يبقى ايه طيب عندي بعد كده فعل فاغن متصرف مع علي يعني هو اير و فاغن ده فعله قوي فهاخد اللي حصله تغيير اللي هو فاغن اللي عليه قملوة على الا طيب فير فير يعني مين فير يعني اداة تفهم معناها من مين باسل بها عن انسان في قاعدة بتقولي ان الفعل بعد فير بيتصرف مع اير و اس و زي وفي حاجة ممكن اقولها اسهل لما شوف فير يعني هشيل الفي اللي في الاول وكأنها اير بالزبط فبالتالي هتاخد ايه لان ده فعله قوي فباخد اللي حصله تغيير لان الافعال القوية بتتغير مع مين بتتغير فيها حرف متحرك مع دو و اير و اس و زي فهنا اشبرشت هي كان اصلها بال ايه فبتتحول ل ايه ل ايه مع دو و اير و اس و زي هنا عندي فعل زيهن يشاهد ماين فاتر هو يبقى الفعل المتصرف مع هو وزيهن ده فعله قوي يبقى اخد الفعل اللي حصله تغيير واخره تيه اللي هي زيت عندي هنا اه الفعل اللي هو و عندي فهنا ان ده فعله منفصل خدنا قبل كده ان فانجن يعني ايه يبدأ جامعة دي بارتي واحنا هارفين اي اسم اداته دي اه بعوض عنه بزي زيهي عشان مفرط فازن الفعل هنا متصرف مع زيهي و فانجن ده فعله قوي هاخد اللي فيه تغيير اللي هي عليه املاوة على الا هتلاقي هنا حاجة مشابهة برضو عندي نفس الفعل انفانجن طب انا جايب اللي اتنين تحت بعض ليه هنا دي بارتي زيهي ده مفرط عشكده خدت ايه فنجت طب هنا دي فيرين خد بالك كلمة فيرين دي مهمة جدا اللي هي الاجازة الاجازة اللي هي دي فيرين دي اسم جامع في الالماني اسم جامع اي اسم اداته دي بعوض عنه بزي طب هنا جامع يبقى زيهي هم وبالتالي هتاخد ايه فانجن فير نحن وزي حضرتك وزيهي هم بتاخد الاخيرها ايه ان دي يجي بعد كده ليه الاكوزاتيف اللي هو المفعول به عندي طريقة سهلة اول للتعامل مع المفعول به او الاكوزاتيف اه طول ما الاختيارات عبارة عن اداة زي يقول اللي هيجي بعد كده اداة سواء اداة تعريف اداة ناكرة او اداة نافي اه بشوف الكلمة اللي بعديه اللي بعد الاختيارات هنا مثلا دس لما تلاقي الاسم دس الدس مي بحصلوش حاجة في الاكوزاتيف يعني الفاعل والمفعول نفس الشكل اول ما تلاقي اسم هندي يعني موبايل اداة دس اداة دس دور على واحدة من ثلاثة دس اين كاين اللي هتلاقيه اختاره دس اين كاين يبقى اختار اين طيب هنا هنا عندي ايه ادوات بدقى برضو ادوات ما يمنش بقى تعريف ناكرة مش مشكلة ابقص على الكلمة اللي بعد الاختيارات كلمة بريف يعني خطاب اداة هدير لما يكون بقى الاسم اداته دير خد بالك يبقى عندي احتمالين لو لقيت في فاعل في نفس الجملة في فاعل يبقى هو جاي مفعول اكوزاتيف وبالتالي هاخد الاختيار الاخر اين اما لو ما كانش فيه فهاخد دير او اين او كاين يبقى ده فاعل طب عشان ما تلخبطش مني كلمة بريف هنا اداتها ايه اداتها دير طب في فاعل في الجملة دي هو بيقول لي ايه انت هتكتب ايه فالمفهود انا هنا في نفس الجملة بقول له بس محزوفة انا هكتب انا ده الفاعل يبقى هنا كلمة بريف جاي مفعول وبالتالي اداتها دير الدير تبقى دين الاين تبقى اين القين تبقى قين يعني باخد الاخر ايه ان ببساطة لو الاسم اداته دير بعد الاختيارات وفي فاعل خد الاختيار الاخر ايه ان طلع بقى دين اين قين مفيش مشكلة طيب هنا بعد الاختيارات عندي فا غاد اداتها دس يبقى قلتلكم لما لاقي دس باختار دس او اين او كين يبقى انا هختار ايه اين هنكمل دلوقتي ناخد رقم خمسة وعشرين نفس الكلام عندي هنا طلوع من عندي اداة هشوف الكلمة اللي بعد الاختيارات بعد الانتسور بعد الانتسور يعني مايو اداته دير اهم حاجة عندي الاداة اسم اداته دير وفي نفس الجملة في فاعل فاعل هنا يعني ايه فاعل يعني اسم انسان او ضمير شخصي ايش دو اير فير زي دير الادا دير وفي فاعل في الجملة خد الاخر ايه ان يبقى قينا روك زك اللي هي شنط الظهر اداتها دير وفي فاعل في نفس الجملة اللي هو عمر اوعى تنسى الفاعل اسم انسان او ضمير شخصي ايش ودو اير وفير وزي وهكذا يبقى دير وفي فاعل اخد الاخر ايه ان يبقى اينا الاختيارات عبارة عن ادوات جايب عاديها ايه جيش فيستر اسم جمع اخوات كل اسم جمع اداته دي اول لما تلاقي الاسم اداته دي خد الاختيار اللي اخر ايه يبقى قينا طيب ادوات بعدها اسم لير اداته دير وفي فاعل هو ايش يبقى انا ياخد الاخرها اي ان يبقى دين انا بسأل المعلم جاي هنا اكوزاتيف فالدير تبقى دين ادوات جايب عاديها اوتو اداتها دس انا قلت اول ما تشوف دس سواء بقى فاعل او مفعول ما تفرقش خد دس او اين او قاين اللي موجود اين يبقى هي اوتو يعني عربية ادوات جايب عاديها شولة مدرسة اخرها ايه اداتها دي يبقى ياخد الاخرها ايه زيها يبقى قاينة ايام الجمع ما عندناش مدرسة اه هنا بقى عندي ايه اول ما تلاقي الاختيارات عبارة عن نشت واشكال المختلفة هقولك طريقة سهلة قوي بص على الكلمة اللي بعد الاختيارات على طول لو لقيت اخر حرف صغير يعني قد نشت اذا لقيت اول حرف خد بقى شكل من اشكال قاين على حسب الاداة هنا كندر كندر يعني ايه اولاد اطفال يعني اسم جمع وكل اسم جمع اداته دي يبقى اخد الاخر ايه دي على طول مرتبط بالايه بالايه طيب هنا عندي شفستر يعني اخت طبعا جاي بعد ادوات اداتها دي اخد الاخرها ايه يبقى اينا فريضة عندها اخت طيب عندي بعد كده برضو ادوات جاي بعدها كلمة شبورت اللي هي رياضة اداتها دير دير ابص في فاعل ولا ما فيش ايش فاعل اي اسم اداته دير موجود في جملة فيها فاعل خد الاخرها ايه ان طب الاقي هنا ايه ايه ان ولا ايه كاي نن الله في اتنين فيهم ايه ان يبقى ايزا في واحدة فيهم ما تنفعش طبعا اي نن اي نن اللي هي اداة الناكرة دي يعني واحد فمش اقول ايه هنا ان انا بعمل واحد رياضة كلمة رياضة شبورت زي كلمة جلد يعني فلوس ما تنفعش معها اين اداة نكرة فبالتالي هنا بايه كاي نن شمخ كاي نن شبورت مش بمارس الرياضة ايش بالمودة لاني تعبان ايش كوف داس او تونشت انا عندي هنا ايه عندي اه اداة وجاي بعديها جلد فلوس اداتها داس يبقى ياخد ايه داس اين كاين الاقي هنا فيه كاين ولاقي فيه اين ترى ما فيه اتنين يبقى فيه واحدة غلط قلتلك قبل كده ان شبورت ماينفعش معها اين وجلد ماينفعش معها اين ماينفعش اقول واحد فلوس يبقى اذا هنا ايه كاين جلد مش هشتري العربية ايش هابة كاين جلد مش معايا فلوس ام زمر في الصيف هابة ايش ايه عندي ادوات كورس الماني اداتها دير اداتها دير وفيه فاعل اللي هو ايش يبقى اخد الاخيرة اي ان يبقى ااين لو معنى الجملة اللي بعد الاختيارات معناها عكس السؤال اقول ضخ لو معنى الجملة اللي بعد الاختيارات زي معنى السؤال هقول ناين طب بتاع نجرب كده هست دوك هنجلت انت مش معاك فلوس فقال له ايه اشهابه 5 فسي شقيرو انا معايا 50 يورو يعني معايا يبقى معنى الجملة الاجابة عكس السؤال معكش قال له معايا معندكش عندي يبقى اقول ايه ضخ بلى طيب هنا بيقول لي ايه? طبعا انت لما فيه ضخ ناين وحاجات زي كده ببص السؤال. فيه نافي ولا مفيش مفيش. طيب ما مفيش يبقى قول او لا. يعني بستبع الضخ. هقول لاما يا لاما ناين. على حسب المعنى. هتروح النادي يوم الجمعة. فقال ايه? هروح السينما. يبقى هو قال له ايه? ناين. لا. طيب هنا يلفت نظر ايه في الجملة دي? فكرة تانية. انا عندي ضخ في الاجابة. طب هي ضخ بتيجي امتى? لازم يكون السؤال منفي. يبقى عرفت كده لانا لازم اختار اداة نافي. لعنى لاما قينا لاما قينا. على حسب اداة الاسم. اتصايت اللي هي وقت اداتها دي. فبتاخد قينا. طيب. انا عندي او ما شوف ضخ او مرايح للسؤال. في نافي ولا لا? لا هنا مفيش نافي. يبقى ضخ لا. يبقى قول ا او لا. هل هتقعد هنا اسبوع? فقال له او اكثر. يبقى يقول له ايه? ايوة هاعود اسبوع او اكثر. طيب نفس الكلام هنا. من في سؤال? ايوة في نشت. يبقى السؤال منفي. يبقى لاما هقول ضخ لاما هقول ناين. على حسب الاجابة. قومس دونشت. انت مش هتيجي. فقال له اشهابة كاينة اربايت. انا معنديش شغل. طب انا معنديش شغل يعني هعمل ايه? يعني هاجي. يعني معنى الجملة عكس السؤال وبالتالي هاخد ضخ. طيب تعالي ناخد بقى ادوات استفهام. بيقول ايه هنا? الادوات استفهام مجتبطة على طول بالايه? بالاجابة. اللي هي بعد علامة استفهام. لما يكون انساني بقى بقول مين? طب انا عندي مين ليه شكلين? يعني مين لو باسأل عن الفاعل? فين مين لو باسأل عن المفعول. طب اقول لك طريقة سهلة قوي. لو لقيت الاختيار بين فير و فين. اللي هي معناهم هما الاتنين مين? بصوا على الجزء اللي بعد الاختيارات لغاية علامة الاستفهام. لو لقيت في فاعل في الجملة. فاعل يعني ايه? اسم انسان او ايش دو اير فير وهكزا. زي دي كده. لقيت فاعل خد فين على طول. لو اختار بين فير و فين. طبعا لازم يكون الاجابة انسان. الاول بتعرف ان الاجابة انسان يبقى لاما فير او فين. لو في فاعل في السؤال يبقى اختار فين. طب بص دي بقى كده. الاجابة انسان طب في فاعل هنا? لا مفيش يبقى اختار فير. يبقى انا باسأل عن الفاعل. ميلي بتكلم الماني كويس? احمد. لكن الجملة اوانية انت انت الفاعل. انت عندك مين في الماني? يعني مين المدرس بتاعك في الماني? طيب تلاتة اربعين بيقول لي. الموضوع جديد بقى اللي هي ايه? الافعال منفصلة. عندي فاعل هنا. اه اتعود كده. اول ما يكون الاختيار اخر كلمة في الجملة. زي ما كنا بنعمل من افعال منفصلة. اخر كلمة في الجملة. بص على رقم اتنين في الجملة الفاعل. لما تلاقيه فاعل ناقص. موضال فيرب اللي هو هنا. اللي هو فاعل. يبقى انا عايز فاعل في المصدق. باخد الاخر ايه ان يبقى كوفا. طيب تعال نشوف هنا كده. الاختيار اخر كلمة في الجملة. هارجع للجملة الاولى. هلاقي فيل. الله ده فاعل ايه? ناقص. يبقى انا عايز ايه? فاعل في المصدر. اذا كلهم في المصدر. يبقى على حسب المعنى. بيقول لي عمر عايز يعمل ايه بقى? اشتات روند فارتي. يعني جولة حول المدينة. يبقى انا عايز معها الفاعل مخن. بيجي معها الفاعل مخن يعمل. يقوم بي. او يعمل جولة حول المدينة. طيب هنا عندي الفاعل كونن. الفاعل كونن ده فاعل منفصل. الافعال المنفصلة كلها بيحصل ايه? لما بصرفها مع ايش و اير و اس و زي. بيكون هي ايه? نفس الشكل اللي هو اصغر شكل في الاختيارات. خد بالك من المعلومة دي. نفس الفاعل هو كونن. لو لو جي مع انا ايش? او مع اير هو او مع زي هي. خد اصغر شكل في الاختيارات. اللي هو عادة بيبقى اربع حروف يبقى طيب. لما يكون بقى فعلين مختلفين اخد بالي بقى. هنا اه افعال منفصلة افعال اه اسف مضال افعال ناقصة. متصرفة مع مين? مع مين فاتر. الفعل مشت ان ده كنا اخدناها قبل كده وده فعل ايه طويل شوية اخد بالي منه بس ان هو بيجي مع انا وهو هي مشتة. طالما استبعدته خلاص. اشوف بقى الافعال التانية. لو مع انا وهو وهي. هاخد اصغر شكل في الاختيار يبقى مين? فاتر. يعني هو. فيل. ده بتيجي مع ايه واس وزي. ايه نويس اوتو كوفه. ان يشتري عربية جديدة. اه هنا فعلي برضو كونن ومشتن وفولن. فمين موطر يعني هي. زي هي. ايش و اير و اس وزي. بتاخد اصغر شكل في الاختيارات. اللي هي كن. بسخد بالك الاستثناء الوحيد مشتن. لازم اتأكد ان مع اش و ار و اس و زي بتاخد مشتة. لو مش موجودة خلاص. يبقى بعمل الحركة التانية دي. مع انا وهو وهي باخد اصغر شكل في الاختيارات. هنا بيقول لي ما ينموتها كن زي جود كوخيني. عبتعرف تطبق كويس. نيجي بقى لاخر حاجة اللي هو ايه البرفكت. البرفكت بيكون من زائد او التصريف التالت للفعل. فالاختيار بعيدها للمرة التالتة. لما يكون اخر كلمة في الجملة هعمل ايه? هروح لرقم اتنين في الجملة. اذا ايه تو يبقى انا عايز تصريف تالت. وتصريف التالت غالبا بيكون اول و او 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 غالبا. يبقى هنا اختار ايه? يعني انا لعبت تنس امبارح. يعني امس. هنا اختيار اخر كلمة في الجملة. هروح لرقم اتنين في الجملة. هلاقي فير بهابن. يبقى انا عايز تصريف تالت. هلاقي ان ده بس اللي مش تصريف تالت. لما قارب بقى بزوغتي يعني زارة. اشتديرت درست. كان عندها. يبقى المعنى اللي يمشي اللي هي اشتديرت. يعني كانت بتدرس في المانيا. اخر واحد اهنا رقم خمسين. بيقول لي ايه? اه 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 الاختيار اخر كلمة في الجملة. اروح لرقم اتنين في الجملة. الاقي فير بهابن. يبقى عايز تصريف تالت. اللي هو هنا ايه جي شريبن ببعنى انا كتبت خطاب. طيب نستكمل. بيقول لي هنا يعني هل انت جعان? فنفس الحكاية. الاختيار اخر كلمة في الجملة. اروح لرقم اتنين في نفس الجملة. اللي هو فير بهابن. يبقى عايز تصريف تالت. الاقي ان فيه اكتر من تصريف تالي تانى يعني اكلة يعني شربة طبعا المرتبط بالمعنى هو اه اخر كلمة في الجملة الاختيار اروح لها اتنين الاقي هابن يبقى انا عايز تصريف تالت كلهم تصريف تالت حسب المعنى دي بارتي الحفلة ايه الساعة تسعة الاقي ان هي ايه هل قابلت ولا بدأت ولا شاهدت ولا كتبت يبقى ايه يعني بدأت الساعة تسعة دي اختار اخر كلمة في الجملة اروح لهاقم اتنين في الجملة تصريف تالت كلهم تصريف تالت حسب المعنى اشهاب ده اصبوخ شون شون يعني بالفعل او خلاص عملت ايه الكتاب جتروفن قابلتو ججسن اكلتو جليزن يعني قرقتو جهلفن ساعتو يبقى جليزن هنا المعنى هو اللي بيحددلي طيب الاختيار اخر كلمة في الجملة وعندي هنا فير بهابن يبقى نعيز تصريف تالت كلهم تصريف تالت فبيقولي علي مبارح مشكلة يعني اشتغل مشكلة بزيشترت زار مشكلة سكنة مشكلة ولا كان عنده يبقى كان عنده مشكلة اخر كلمة في الجملة وعندي فعل هابن يبقى نعيز تصريف تالت تنفع طبعا دي لا ولا جيهن زيهن يرى جيهن يذهب يبقى التصريف التالت هنا جتروفن يعني قابلة يعني تعلم فهنا بيقول ايه انا عملت ايه لصديقي في المدرسة قابلته اللي هي جتروفن ليجل اللي هي الفراغين او الاختيارين هنا بيقولي انتم هتعملوا ايه النهاردة بالليل فهنا بيقول ايه احنا عايز اختيارين ها زيهن فرن هنشاهد تلفزيون اه ولا كوفا اين هنتسوق زيهن اوس يعني يبدو دي ملاش معنى هنا ولا لادن اين يعني هنعمل ايه هنعزم هنا الجزء المكمل هو اللي ايه هيحدد لي فير بروخن احنا محتاجين من كلمات قولة سنوي مواد غزائية يبقى هنعمل ايه كوفا اين هنا الاختيار رقم اتنين في الجملة هبص على اخر كلمة في اخر في الجملة اخر الجملة يعني هلاقي ان يبقى انا عايز فعل منفصل بيبدأ بان طبعا بجين لقى يبقى هي عرفت ان هي ايه ان فانجن على حسب بقى ايه تصريف الفعل لو الفعل جمع هاخد فانجن لو جمع لو الاسم مفرد هاخد فينجت دي بارتي الحفلة مفرد تبقى ايه فينجت وهنا زي بجينت هتبدأ الساعة الساعة تسعة مساء مورجن يعني بكرة هتقول لي ايه ده ده الام لو جات كبيرة بيقى معناها صباح بس ما تجيش في ايه الكلمة صباح ما تجيش ابدا اول كلمة في الجملة يبقى لو كلمة مورجن ام كبيرة الجروس يعني الام جروس او كابيتل اول كلمة في الجملة معناها غدا بكرة عيد ميلادي طيب انا ايه يبقى انا هابدأ اصحابي ولا ما هي تنفع لاما يعني يبدأ وانروفن ايه يتصل يبقى انا هتصل باصحابي طيب هنا بيقول لي ايه اه الاختيار عبارة عن الجزئين عبارة عن افعال تصريف افعال الجزء الاول متصرف مع علي وجزء التاني متصرف مع هو اير فا اير دي ما تنفعش معها زيت لان دي كده متصرف مع اير انتم لكن الباقي ينفع طيب تعالي نشوف باقي طبعا المعنى اه طبعا المعنى ما ينفعش خالص وبالتالي هستبعدو ولا طبعا يشتري كتاب الماني طبعا المعنى ما ينفعش يبقى طبعا يقرأ كتاب الماني يبقى دي الجابة الصحيحة هنا بيقول لي خد بالك بالتعبير ده في فعل اسمه يعني يوجد ها هنا هيبقى فاس جيبت اس عشان الفعل لازم يجي وقم اتنين في الجملة يبقى انا عارف ان هي على طول فاس جيبت اس هويتا يعني ماذا يوجد اليوم انفرن زيهن في التلفزيون انفرن زيهن طيب عندي بعد كده ما ليش انا بحاول يعني يكون سريع شوية عشان ناخد اكبر قدر ممكن في اقل وقت هنا عندي اوف في الاخر فهيجي مع مين ما اما ريمن او اشتيهن اللي هي ستايكوس طبعا هنا عندي ايه ساعة يبقى قد ايه يا ستايكوس يبقى فان شتيت ايريد مورجن اوف بتسح وقامتها كل يوم الساعة ستة فان ريمن فير ديفونونج اوف بعد كده بيه نرتب الشقة هنا بيقول لي ايه شفت انا ناين وضخ وكده فلازم يكون الجوز اللي هنا هيبقى ايه ممكن يبقى هيبقى من فيه مش كده اداة نافي قلتلكم اداة النافي بعرفها بسرعة ازاي من اول حرف بعد الاختيارات لو صغير يبقى ايه نيشت على طول يبقى انا هختار ايه نيشت قاين لا طيب لما انا اقول نيشت يعني كده السؤال منفي يبقى لازم اقول لاما دخ لا اما ناين يبقى لازم يكون اجابة بالاتنين دول لدخ لا ناين طب انا حسب بقى لو الاجابة عكس السؤال يبقى دخ لو زي السؤال يبقى ناين فقال له ايه ايش لازجر انا بحب اقرى يبقى الاجابة عكس السؤال تبقى ضخ يبقى انا هختار ايه دي طب هنا بيقول لي ايه في ضخ هنا يبقى لازم اختار نافي يبقى دبعا دي ما تنفعش يبقى اما كاين او نيشت طب كلمة جلد او الحرف كبير يبقى بيجي مع مين مع كاين هصدو كاين جلد خلاص يبقى دي الاجابة هصدو كاين جلد معكش فلوس فقال له ايه ضخ اوند ايوه معايا يعني البلا اوند اشكوفة اين نويس اوت وهشتري عربية جديدة هنا بيقول لي عندي برضو هنا ايه هنا المعنى مهم جدا خد بالك كلمة هونجر اللي هي جوع وعطش بيجي معاها لو نافي بيبقى ايه كاينن فالطوب بتلفت نظري هونجر بيجي معا ايه كاينن وممكن تجي معا جروسن جروسن هونجر يعني جعان جدا وكاينن يعني لازم يكون في اخيرها ايه ان يبنا عرفت الاختيار واحدة من اتنين دول هنا المعنى اشكاسة نيشت انا مش هاكل هانا اقول اشهاب جروسن هونجر انا جعان جدا ده مش منطقية يبقى ايه اشكاسة نيشت انا مش هاكل اشهاب كاين هونجر انا مش جعان اشكاوفا دي وعند عند النافي هنا هتبقى ايه نيشت اشكاوفا دي فونونج نيشت يعني مش هشتري الايه طب حد يقول لي احنا متعودين ان اشوف الكلمة اللي بعد الاختيارات طب لو ما فيش كلمة بعد الاختيارات هاخد الكلمة اللي قبل الاختيارات بس مش دي اخدها بالاداة فاول كلمة الاداة هي اول حرف الصغير يبقى نيشت يبقى عرفت ان الجزء الاول هنا نيشت طيب تعالي نشوف الجزء التاني برضو نافي اول حرف صغير يبقى نيشت يبقى انا عايز اتنين نيشت اللي هي دي اشكاوفا دي فونونج نيشت مش هشتري الشقة اشهابا نيشت جنو الجلد مش معايا فلوس كفاية طيب هنا انا عايز ايه هنا عايز اداة انا قلت قبل كده لما يكون الاختيار اداة بص على كلمة اللي بعد الاختيارات لو لقيت اداة هدير وفي فاعل خد الاخر ايه ان انت سور يعني بدلة اداة هدير وفي نفس الجملة في فاعل اللي هو ايش يبقى هاخد الاخر ايه ان يبقى دين يبقى الاجابة هي دي يبقى انا مش هشتري البدلة ايه رئيس تزير طير هي غالية دا صفين دي ايش نيشت جوت انا شايف انه ده مش كويس طيب هنا بيقول لي ايه نيشت وقين وحاجات تانية طيب هنا اه كافيه لو الشاي والقهوة تيه وكافيه بيجي معاها في النفي قينا قينا في النفي فانا على طول عرفت ان ايه كافيه يجي معاها قينا ما يفعش معاها قينا او نيشت يبقى ايزا الاجابة هي دي اشترين كفيل تيه بشرب شاي كتير ابر اشترين كدوخ قينا كافيه لكن مش بشرب قهوة خالص تمام اه عندي رقم تلتاشر اه هنا الاختيارات عبر عن ايه نيشت وقين نفي يعني فزي ما قلت لكم كده اول حرف اه جروس يبقى نيشت لا اما تنفعش يبقى اما قين او قينا حسب الاداة اوتو اداتها ايه دص يبقى بتاخد قين يبقى عرفت الاجابة اما دي او دي مش كده نيجي للجزء التاني بيقول ايه بتكلم عن ايه هير علي هات قين اوتو خلاص عرفت ليه قين ما عندوش عربية ابر ارمشت لكن هو عايز ايه عايز نفسه في عربية يبقى يبقى ايه اينس مش كده اينس اللي هي هنا بتاقل لان اوتو اداتها دص يبقى اللي اجابة هي دي اللي هي السي هير علي هات قين اوتو ما عندوش عربية ابر ارمشت اينس هابن لكن نفسه يكون عندو واحدة هنا عربية طيب نيجي للبعديها اه ايرزون ايرزون دي اللي بحب اجيبها كتير قوي عشان بتلخبط شوية ايرزون يعني ابن حضرتك وابن حضرتك يعني هو وفعل مشتن مع هو بتاخد ايه ايش و اير و اس و زي مشتة يعني على طول يبقى اللي اجابة هي دي هنا بيقول لي ايه انا عارف ان الفيتر كلمة فيتر ومرودة في ايه مرتين ايه يبقى انا عايز كلمة ايه عايز الاداة بتاعتها صح? فيتر اداتها دس فيتر اداتها ايه دس في اس دس فيتر يعني كيف حال الجو دس يبقى على طول جبتها لامة دي لامة هنا فطيب نيجي بقى الفيتر يعني قلنا اداتها دس ودس دايما بيجي مع ايه دس اين قاين يعني ما ينفعش مع اين يبقى خلاص الاجابة هي دي اه هنا بيقول لي بقى ايه اللي هي بتاع الدخ ودي فيه فكرة حلوة اه هنا بقى دخ جاي فين جاي في جزء الاول مش جاي في يعني عندي دخ في الجزء الاول ودخ اللي هي الاجابة دخ لما تيجي في الجزء الاول بمعناهي ايه التأكيد ها التأكيد هنا بيقول لي كنت احمد اندين زمر فيرين في اجازة الصيف فلما تجي اجه ترجمها الان هو ايه ارهاد كاينت صايت هو ما عندوش وقت يعني انا هقول ايه هقول لا مش كده هقول لا هو مش هيادة هيجي يعني انا هقول ايه هقول ناين مش كده ولا ايه ولا اقول دخ ها هقول ايه هو بيقول لي كنت احمد هل احمد اندين زمر فيرين هيجي فانا هو بيقول ايه مش هيجي ارهاد كاينت صايت يبقى انا هقول لي ايه ناين فباضح طبعا هي دي هتقول لي طب دخ دي معناها ايه اللي هي التأكيد هل احمد اكيد هيجي في اجازة الصيف فقال لي ايه لا هو ما عندوش وقت طيب هنا بيقول لي اش جيه انس اش فين باض انا عروح حمام السباحة ابر اش هابة انا عندي هنا اداة مش كده ادوات نافي باضح انا تصور اداة هدير وفيه فاعل هو ايش هاخد الاخرها ايه ان يبقى اما قينا يعني او دي وبعدين ها بيقول لي ايه انا ما عندش ميو فانا هشتري واحد واحد يعيد على مين على ميو يعني نفس الاداة هتبقى اينا يبقى عايز قينا واينا تمام يبقى دي اه ريجن اللي هو المطر اداة دير اداة دير فيبنا عرفت ان هو ايه ادي اما الات سي او دي وبعدين ها بيقول لي ايه الجزء التاني عباره عن اداة زون ان شاين اللي هو سطوع الشمس اداة دير وفيه فاعل اللي هو اس يعني جاي هنا اكوزاتيف يبقى لازم اخد الاخرها اي ان فبالتالي اختار ايه دير وقينا معليش انا بقى بسرعة شوية عشان احاول ان انا ايه اخد اكبر قادر بممكن عندي هنا فيرين هستدو ام يولي عندك اجازة في شهر يوليو فاتشوف هنا بيقول له ايه بيقول له نور ام اوجست فقط في شهر اغسطس يبقى هو ايه بيقول له ايه بيقول له لا ناين يبقى هل انت ما عندكش اجازة فقال له ايه لا فقط في ايه في اغسطس يبقى الاجابة سي طيب هنا بيقول لي اه اه ده شوليار شوليار ليه السنة الدراسية يعني بتعامل هي اي اسم اداة ودس كأنه اس فبالتالي هينفع مع مين بيجين لقى يبقى اما فنكت ما فيش هنا ان في الاخر يبقى دي ما تنفعش يبقى انا عايز بيجينت تمام طيب عندي اتنين بيجينت انا عايز ادوات صح كده انا تسوق اداتها دير وفي فاعل هو فير يبقى انا عايز ايه اخرها اي ان او الاختيار اخو اي ان يبقى دين على طول هنا بيقول لي ايه قال له ايش كزا وده بتبقى جملة حلوة برضو بتعتمد على ايه المعنى اه بيقول لي ايه هنا هتطلع هتنفع ايه طب نشوف نعمل واحدة واحدة كده فرن يعني قدي ايد فوقت على التلفزيون قال له ساعتين تنفع ايش ده كده ايه هابا يبقى عايز تصريف تالت ده في المصدر ماينفعش طب بيقول له انت عمت قدي ايه قال له ساعتين ده انها بايش اش بيلت يلعب ده مش تصريف تالت ماينفعش طب لما في عندي هابا انا عايز تصريف تالت يبقى جلانت او بجونن صح كده طيب وانا عندي هنا المعنى هنا مش هينفع الا مع مين معجي شلافن قال له ساعتين ده انها بايش جلانت بعد كده زاكرت هنا اه عندي ام بارك عندي بقى افعال متصرفة مع فير كلها تنفع مع فير طيب تشوف بقى العلاقة قبل اتنين هابا وجشبيلت يعني لعبنا تنفع المشكلة هنا في كلمة ايه يعني امس امبارح يعني لازم يكون عندي هنا ايه هابن مش كده هابن يبقى اما ا او دي هاجي هنا لقى تصريف تالت لكن الاختيار ده هنا بلايبن دفعلي في المصدر ماينفعش يبقى الجملة يعني احنا لعبنا اه في الحديقة طيب اه بيقول لي خد بالك من دي يعني النهاردة الصبح ده بيعبر عن الماضي يبقى اذا لازم ياخد جملة في الماضي اللي هي هابا وتليفونيرت اه هنا هوتا النهاردة اه هوتا احمد يبقى انا عايز تصريف احمد يبقى ايه احمد هو اير واسوزي احمد اللي هو ايش و اير واسوزي بياخد قن اه احمد كان هوتا نيشت انسكينوجين مش هده روح الساني من النهاردة اير هات مورجن اين انتست عنده بكرة امتحان وبعدين عندي اه الاختيارات هنا معدو كلها تنفع معدو لكن الاقي هنا كخن الفعل في اخر في المصدر يبقى لازم مضال فيرب يبقى انا عايز هنا ايه اما فيلست او كنست ناين نيشت سجوط يبقى اقول هنا ايه فيلست هل انت تريد تطبخ ولا بتعرف تطبخ يبقى كنست دو كخن بتعرف تطبخ او بتعرف تطبخي ناين نيشت سجوط مش قوي ابر ايش فيل انا عايز اين كخ كورس ماخن اعمل كورس للطبخ عندي بعد كده بقول بقوللي بيتر كونن فير تزامن انسكينو جيهن قال او توت ميلايت للأسف اش بلايبت سوهوزة اندليرنا هاعد في البيت وذاكر ماليش اعملها بسرعة عشان نقدر ان نخلص الفيديو وبعد كده عندي بيتر خلاص عندي تمانية وعشرين بيقول فير فير يبقى عايز انا ايتراما عندي جيهن يبقى عايز فعل ايه موضال فيرب يبقى فير فولن فير فولن هويت اندل كلوب جيهن وبعدين مشتس دو متكومنت يعني تحب تيجي معايا وفاس مخص دو انفوخن انده هتعمل ايه في نهاية الاسبوع فقال له ايه ايش مشت ام فايطاق اينكوفن عايز اتسوأ واخيرا مين فاميليا أسرتي يعني زي هي وعندي في الاخر فيل عندي هنا بقى فيل هويت اابنت فرن زيهن او اعتنسى ان مين فاميليا بتساوي زي هي فهتاخد هنا الفعل ايه فيل تريد هويت اابنت النهاردة مساء فرن زيهن تشاهد التلفزيون وبكده اعزائي طالبات وطلاب الصف الثاني السانوي بنكون وصلنا الى نهاية الفيديو الطويل شوية معلش وكنت بجرب سرعة عشان نحاول ناخد اكبر قدر ممكن والحمد لله غطينا كل الجراماتيك اعتقد بشكل كويس جدا اتمنى ان يكون ان شاء الله الفيديو ده مفيد ليكم وحقلكم مساعدة الكافية شكرا لحضراتكم واتمنى لكم التوفيق والنجاح دايما كان معكم هير احمد سعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته